شعب التونسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيس معالج من نيويورك حبيت اليوم نتواجه لكم في فيديو صغير نتواجه لأطراف معينة في الساحة التونسية أول شيء للإذاعات والتلفزيونات في تونس يعني أخبار كما وصلناه واللي نحن متأكدين منه أنه شكري بالعيد ما تقتلش وما ماتش والسيد لمدفون ما هوش شكري بالعيد هذه أخبار ما هوش شوية يعني نطلبوا أن الإذاعات والتلفزيونات التونسية تغطي الخبر وتعمم لكشف الحقيقة كشف الحقيقة مش فقط لأحزاب سياسية ولي ما تهمنيش يعني هذي ولا هذي إكس ولا زاد ما يهمنيش الكل بس الحقيقة اللي طالبها أنا للشعب التونسي إلى محبي شكري بالعيد ولي ضد شكري بالعيد يعني المساج اللي هبطته أنا ما هوش لا لحركة النهضة ولا لحركة نيداء تونس ولا أي حركة ثانية المساج اللي هبطته والخبر اللي هبطته هو فقط لها الرأية هذية رأية تونس لأنه كذبة كبيرة كما هذية يكذبوا فيها على الشعب التونسي هي جريمة جريمة كبيرة في حق شعب كامل جريمة في حق 11 مليون مواطن تونسي لذلك يعني فما برش عباد بعثوا لي على الفيسبوك وبعثوا لي حتى وصلوا حتى يكلموني على التليفونات أنه راهو أنت خرجت خبر اللي هو مش صحيح لا الخبر صحيح ومتأكد منه الخبر صحيح ومتأكد منه والبحث يجيب به اللي حبيت نقول لكم هو واقع الاتصال بمنظمات عالمية منظمات حقوق الإنسان ونأكد لكم أنه ثم لجنة حقوقية عالمية مستقلة أخذت الموضوع بجدية لأنه شافوا الفيديوهات وشافوا كل شيء وخذوه الموضوع هدايا ومش يبحثوا في الموضوع ومش يتوجهوا لتونس لأخذ عينات من الجثة اللي موجودة في القبار العينات هذه مش تعطي التحليل النووي لا ديان وهذه اللي مش تتأكد أنه السيد اللي تدفن ما هواش شكري بالعيد وأنه قصة اغتيال شكري بالعيد إلا مسرحية ما هي إلا مسرحية كبيرة من صنع أجهزة وحتى يعني ما نحبش ندخل في مواضيع كبيرة 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 ياسر باه الشو مش يصير توا الشو مش يصير توا هو الموضوع اخذها يعني تغطية على الفيسبوك وفما سكونابير دوبوشا ورين عباد تحكي واخذها يعني واخذها صداف الشارع التونسي ولكن طول اللي مش يصير هو أنه اللي كانوا أطراف فيها الكذبة هذي والمسرحية هذي مش يحاولوا كيفاش يعرفوا في الأخير مش توصل حلان للقبر وأنه نتأكدوا أنه السيدة ذاك ما هو الشكري بالعيد اللي مش يصير هو أنه مش يسرقوا الجثة سوف يقع سرقة الجثة اللي موجودة في قبر شكري بالعيد ولي مش يسرقها مش سلفيين ولا مش حركة النهضة ولا فلان ولا علتان اللي مش يسرقها هو اللي جاب وكالكذبة وسوقها للشعب التونسي الجثة متاع شكري بالعيد ممنوع تتسرق أنت يا حكومة أنا قلت مش نتوجه بكلمة توجهي لوزارة الداخلية التونسية ولوزارة الدفاع التونسية تقوية حراسة قبر شكري بالعيد يعني نهار آخر تقلونا راه جاوج معه وسرقوه يعني أنتم مش توليوا ضالعين في هالجريمة اللي جريمة كذبة أنه تقتل لذلك المطلوب هي تكثيف الحراسة ليلاً نهاراً لأنه حاشتنا باش تقعد الجثة غاديكا وما تتحركش وإذا كانت حركت وتسرقت راهوا أنتم عندكم يد في سرقتها وإذا كانت سرقت هاو المساج هذي مش يوصل للناس كله نطلب بجماعة كل تبرتاجيه اللي يشوف المساج هذي تول فيديو هذا يعمله بارتاج باش توصل للعبادة كل وتوصل لسلط الأشراف الجثة لازمها تقعد في القبر لأنه فما لجانة عالمية مستقلة مش تمشي وتبحث في الموضوع مش تعمل الانفستيغاسيون تحها لذلك وأطلب من زوجة شكري بالعيد اللي نهار الفرق بكنتش في دار الشباب كانت في قناة نسمة وقت اللي فهم برش عباد يعني يسخيبوها مش تكون في دار الشباب ولكن لقاوا في دار الشباب أنه شمعت أولاد الحومة وكل شيء قاعدين يتعشيه ويأكلوه ولكن هي مرتو تعبة كانتو نفسيا وخيرت أنه تمشي قناة نسمة بابا مش مشكل مش مهمنيش على وين تمشي وكل شيء ولكن شفت المقابلة بتاعك في بارح في التلفزيون وإحد برشع بيت سيندوك ولكن نظرتهم هذو ما مش تتغير وقت اللي يعرفوا الشعب التونسي 11 مليون تونسي يعرفوا أنك أنت واللي معاك ذبته عليهم فالوقت يجيب بالنسبة لي مع زوجة شكري بالعيد نتوجهلك بكلمة واحدة إذا كانك خايفة على زوجك واللي أنا أتأكد أنه مش يسرقوا الجثة أطلب من صلة الإشراف التونسية أنه يكثروا في الحراسة على الجثة على القبر لأنه إذا كانوا تسرق زاد أنت عندك يد في الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكري بالعيد وعليكم السلام